أشغال الدورة العادية وتم التداول بشأن جميع النقاط الواردة بجدول العمال وكما لاحتم فإنها كلها كانت حمولة ذات حمولة تنموية ذات حمولة تراعي حاجيات الجهة قدر الإمكان سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى التقافي أو على مستوى كذلك أنفتاح الجهة على غيرها من الجهات الأخرى وخاصة تلكم الإفريقية مع تمتين أواصر الصداقة مع الجهات الأوروبية عن وعي نحن منفتحون على الجهات المتيلة ديالنا في اتجاه جنوب جنوب تمشيا وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية توجيهات ديال بلادنا التي اليوم اختارت أن تشتغل بهذا المنهج دون أن تغفل كذلك ما ينبغي القيام به مع شركائنا في شمال المملكة أيضا لا بد أن أشير إلى اتفاقيا نعتبرها ذات أهمية قصوى وهي سواء من حيث حمولتها الاجتماعية أو من حيث الحمولة المالية والتكاليف المالية المتعلقة بالمستشفيات ديالجهة في عمالتي وأقاليم الجهة بحيث كل الإقليم سيكون فيه إن شاء الله مستشفى خاص به في إطار الشراكة اللي عندنا مع وزارة الصحة واللي فقط الغلاف المالي الإضافة للمساهمة ديالجهة ديالنا ستتعدى 24 مليار سنتيم 24 مليار سنتيم أي بوحدة نسبة ديال 20% من تكلفة الإجمالية اللي فيها واحد جوج ملاير ديال درهم ديال المستشفيات التسعة إن شاء الله في الجهة إلى غير ذلك من الاتفاقيات التي كما لحتم كنا منفتحين على جميع الملفات سواء استكمال الأوراش المفتوحة أو بدء أوراش جديدة وكذلك دون أن نغفل في هذه العمل ديال هذه الدورة دون أن نغفل كذلك ما ينبغي القيام به تجاه الجمعيات وتجاه الهيئات ديال المجتمع المدني وكذلك علاقتنا مع باقي المكونات اللي مهتمة بالتنمية في الجهة سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا شكرا لكم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك